انتقد مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف في مصر فتوى شيخ الطيار السلفي في الجزائر محمد علي فركوس والتي قال إنه يخرج فيها جمهوراً كبيراً من الدين الإسلامي حيث قال عضو المجمع المصري للبحوث الإسلامية الدكتور محمد الشحة الجندي أن فتوى الشيخ الجزائر خطيرة وغير مؤسسة على اعتبار أنها تقدح في الأشعارية والمتصوفين وأفاد عضو البحوث الإسلامية أن التصوف مذهب إسلامي تعود جدوره لعهد الصحابة عليهم رضوان الله وهدفه تسكية النفس وتعلقها بخالقها ولا يمكن القول بتاتاً أن تلك الحركة خارجة عن الدين الإسلامي وأبرز أن فتوى فركوس المثيرة للجدل توجه الدفة صوب اعتبارات عقائدية دينية وهذا بحسبه خطأ لأن التصوف نزعة نفسية تدعو إلى الاعتزال والاعتكاف للعبادة وأبرز الجندي في تصريحات إعلامية أن التيار السلف عرف بعداوته وكراهيته للصوفية والمتصوفين وللمذهب الأشعري موضحاً أن الخلاف بين التيارين سياسي وليس ديني وشدد عضو البحوث الإسلامية للأزهر أن المذهب الأشعري أيضاً هو مذهب معروف من مذاهب أهل السنة والجماعة إن لم يكن أقربها وهو المكون الرئيسي لأهل السنة والجماعة